تبنت جماعة الحوثي استهدف تل أبيب بطيران المسير مشيرة على لسان المتحدث باسمها يحيى السريع إلى أنها استهدفت هدفا حيويا في يافا بتل أبيب بعدد من الطائرة المسيرة نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا في منطقة يافا تل أبيب في فلسطين المحتلة وذلك بعدد من الطائرات المسيرة نوع يافا وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله وذلك بوصول المسيرات إلى أهدافها دون أن يتمكن العدو من التصدي لها أو إسقاطها من حيث ينضم إلينا مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي أهلا بك معنا زياد سأبدأ معك من تصريح المتحدث باسم الحوثي ما دقت هذه المعلومات الأهداف أصيبت بدقة من قبل الطائرات المسيرة التي خرجت من هذه الميليشيا إلى إسرائيل عند الثانية فجرا صباح هذا اليوم انفجرت مسيرة في الجو نتيجة اعتراض على ما يبدو من قبل سلاح الجو الإسرائيلي هذه الرواية الإسرائيلية في مقابل ما تحدث عنه حاليا كان دوي الانفجار كبيرا هي مسيرة كبيرة نسبيا على ما يبدو فوق البحر قرب تل أبيب تم اعتراضها وفق الرواية الرسمية الإسرائيلية طيب بالنسبة لعمليات التواغل البرية الإسرائيلي الآن الجيش الإسرائيلي ينشر فيديوهات يقول بأنه دخل برا إلى إسرائيل أو للتحركات والانتشار على طول الحدود هل يمكننا القول حسب المعطيات لدى إسرائيل الآن بأن الجيش تجاوز الخط الأزرق ودخل إلى الحدود اللبنانية تجاوز الحدود اللبنانية وما الجديد فيما يخص الاشتباكات مع حزب الله هناك بالأمس قتل ثمانية جنود إسرائيليين من الوحدات الخاصة داخل الأراضي اللبنانية بطبيعة الحال الجيش تجاوز هذا صحيح ولم يكن هناك نفي لأنه تجاوز الخط الأزرق هو في عمق بسيط نسبيا حوالي 500 متر لا أكثر حتى الساعة ويقول في بياناته المتكررة الجيش الإسرائيلي أن هناك اشتباكات قوية مازالت تدور في أكثر من موقع هو وسع رقعة العمليات البرية أدخل فرقة إضافية إلى العمل البري بالإضافة إلى الفرقة 98 لوحدات النخبة والكوماندوس التي عمليا تعمل في أكثر من منطقة أساس العمل الذي يقوم به الإسرائيليون حاليا هو في المحيط القرى اللبنانية المشرفة مباشرة على المستوطنات الإسرائيلية محاولة لإيجاد أنفاق وتدميرها أو مواقع تطلق منها صواريخ الكورنيت تجاه تلك المنطقة باتوا حذرين أكثر في التوغل ويوظفون غطاء ناريا كبيرا وتمشيطا ناريا في كل التحركات التي يقومون بها سواء أفقيا أو بالعمق أكثر في جنوب لبنان وبالتالي نستطيع أن نقول بأن هناك اشتباكات عمليا مستمرة وهناك إطلاق أيضا صواريخ وقذائف موردر مستمر أكثر من 25 صاروخا أطلق منذ ساعات الصباح على الجليل الأعلى وأيضا أطلقت مسيارتان على الأقل تجاه مدينة نهرية في الجليل الغربي اعترضت واحدة وواحدة انفجرت في المدينة